بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل اليوم نقدم مع بعضيتنا هاد الكيكة فيلمون العجيب اللي كدي أكثر من رائعة بكريمة رائعة بنكهة الحامض أو الليمون نتمنى أنكم تجربوها وبنى الإعجاب ديلكم كيكة اقتصادية ولكن كتجي روعة في المعضاق وفي المنظر ده بنخليكم مع المقادير والطريقة على بركة الله بنسبة المقادير عندينا جوج حبة ديال البيض وكأس مع مرش ديال السكر حبيبات أو السنيدة كما كتشوفوا مع مرش تلفوق ونصف كأس ديال زيت المائدة إذن مروا الطريقة واللي هي جيد سهلة كأس ديال الخلاط قد نحط البيض ديالي مطابعة الحال خاص يكون بحرارة المطبخ كذلك قد نضيف ليه الزيت والسكر سنيدة دقة وحدة مع بعضياتهم طريقة سهلة ونتيجة كدي رائعة إذن بالنسبة للخلاط يمكن لكم استعملوا الخلاط أو الترى بالكهربائي أو الخلاط اليدوي بالنسبة لي هنا الكأس ديال الخلاط كي يجيني أسهل نضفت هنا قبيصة ديال الملح وكذلك عندي هنا الفاني نضفت نصف ملعقة صغيرة من الفاني يمكن لكم تنسمن طبيعة الحال كيف ما بغيتوا بالنسبة هنا الخيط نتطرب سمزيان كيف ما كتشوفوا وضفت كأس ديال الحليب أو اللبن اللي متوفر عندكم طبيعة الحال نضيف الدقيق شوية بشوية مع جوج خمارات من فئة 8 جرام يعني هنا جوج خمارات كل واحدة من فئة 8 جرام يعني عندي في المجموح 16 جرام ديال الخاميرة إذا بالنسبة للدقيق ضروري ما تغربلوه أو الخاميرك فما كتعرفوك يتشكلو حبيبات اللي غادي مردونا من بعد ميبغوش يدوبو ليناولو بالخلاط اليدوي غادي نمضى نضيف الدقيق شوية بشوية وانا كان نخلط من طبيعة الحال ما تكتروش الدقيق دقة واحدة من اللول شوية بشوية وحنا كان نشوفو الخاليط ديال نحتة كان تحصلو على الخاليط ديال الكيك اللي موارفين مع بعض يادنا هذا الكيك يمكن لكم تنسموها يعني تعاوضوا الفاني بقشور ديال بورتقال قشور ديال ليمون أو تديرو حتى الكاكاوي لبغيتوه كيبقى لكم طبيعة الحال الاختيار كتنسموها كيفما بغيتوه حتى الكاس ديال لبن أو الحليب يمكن لكم تعاوضوه بالياغورت أو بكاس ديال عاصر البرتقال سهيا كتجي رائعة بعاصر البرتقال كيفما كتتفضلوا الكيكا ديتكم وبالنسبة من طبيعة الحال اللي كتتعجبكم اذا بالنسبة للدقيق انا كنت تحصل على القوام كيفما سبق اللي ذكرت اللي موارفين مع بعضياتنا اذا هدا هو القوام او الخليط اللي غردي انا نتحصل عليك فيما كتشوفو بالنسبة اللي مول اذا هنتوا بزيس ادردلو الدقيق لكم ديروا الزبدة اصلا هاد المركة هادي ما تلسقش يعني غير السيطر ها قادية الغارض اذا بالنسبة للقوام للكيكا هاو واضح اتمنى نوم يكون بيلكم سوف ندخلو الكيكا ديالتنا الفران من الفران انا باقي ما شعلتوش هلا عفية مهيلة حتى تطيب لنا انا غادي نتسلنا الكيكا حتى تطيب وتبرد هذا غادي نمر باش نوجد الكريمة اذا في كسرونا ندرت جوش كسين ديال الحليب نفس الكاس باش عبرت المقادير ديال الكيكا هو باش عبرت الحليب من طبيعة الحل كتبقى الكيمية ديالت الكريمة من اختياركم من كلكم تكتروها او لا تقللوها اذا انضفت هنايا ثلاث المعالق ديال السكر حبيبات وكيبقى من طبيعة الحل السكر اللي حسابيت الدوق كذلك غادي نضيف عندي هنايا كريم باتيسير اللي بالنكهة ديالت الحامض كيجي رائع يمكن لكم ديروا فقط كريم باتيسير عادي وتنسمو الكريمة ديالتكم او لا نديروا الناشا وتنسمو كذلك الكريمة كيفما كتشوفو در ثلاثة المعالق ما عمرينش بالزايف او لاجوج معالق مقببي نخلط هات العناصر مع بعضياتها بالنسبة لكمية ديالت الميزينة او لا الكريم باتيسير هذا هو بنكهة الحامض الى جاتكم الكريمة خفيفة من بعد ما كملتو من بعد ما درسوا فوق البوطر و ما مشتوهاش عاقدة مزيان ممكن لكم نتخلطو شوية ديال الكريمة باتيسير في واحد شوية ديال الماء و اضيفوها على الكريمة وتخلطو فوق البوطرها كتعقد لكم من بعد ما نخلط هذه العناصر اضيفوها في مهيلة مع التحرك اضيفوها جانبا اضيفوها بالنسبة لكيكا اضيفوها تحت بردات على زولتها من المول كما ترى فوق البوطر بالنسبة للزين اضيفو كريمة اضيفو 5 درهم اضيفو اضيفو في الخروج نضيفوها جيدا اضيفوها جانبا لان نزوها قبيعة هذه الكريمة كيف ترى جيدة لا تذكرتها لا تتعقد بردات الكريمة باتيسير او الكريمة الحامض كيف ترى جيدة نعمر الكريمة ونجعلها حتى تبرد مزيان بعد ما بردت ضروري حتى تبرد لكريمة اللي غنضر من الفوق أو الكريمة شونتي ما تفسدش لكم وكذب قام طبيعة الحال هذه فقط خطوة اختيارية نضرتها في البوش أو جيب الحلواني وغادي نحاول نزيين بها الكيكة ديالتي هكا من الفوق طبيعة الحال يمكن لكم تستعملوا كريمة شونتي أو بودرة شونتي مع الحليب او اللي يمكن لكم فقط زينوها بشي سوس الشوكولات بحكم انه الشوكولات كيت توتم عن كهات الحامض او لفقط خطوط او لشي فواكي كيبقى لكم طبيعة الحال اختيار إذا غادي نستمر على هكا حتى ننزوق الكيكة كاملة ونطلقها ان شاء الله وهذه الكيكة ديالتي كيفما كتشافوا من بعد ما بردت زين سعب حوبي بديا العق لاني العقيقة ديالة الحلوة وكيبقى لكم طبيعة الحال اي اضافة يمكن لكم تضيفوها كجي رائعة في المضاق الكيكة كجي خفيفة الكريمة كجي رائعة بنيكة ديالة الحامض نتمنى انكم تجربوها وبين الاعجاب ديالكم ودمتم في رعاية الله الذي لا تضيعوا ودائعوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة